وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار التنسيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة للمشروع القومي للإنتاج الزراعي واستصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزيري الزراعتي والموارد المائية والرأي ومستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من المسؤولين اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والسيد السيد القصير وزير الزراع واستصلاح الأراضي والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية للقوات المسلحة واللواء أمير سيد أحمد مستشاري رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني واللواء أركان حرب وليد أبو المجد مدير جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة واللواء أحمد العزازي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة واللواء توفيق سامي رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية واللواء كرم سالم رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس تابع خلال الاجتماع مستجدات الموقف التنفيذي للمشروع القومي للإنتاج الزراعي والصلاح الأراضي في الدلتة الجديدة في إطار استراتيجية الدولة لزيادة رقعة الأراضي الزراعية من المساحة الكلية للجمهورية حيث اطلع سيادته في هذا الصدد على جهود تطوير البنية الأساسية اللازمة وتوفير الآلات والمعدات من وسائل الري الحديثة ومحطات المياه والميكانة الزراعية وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس وجه باستمرار التنصيق بين الجهات والقطاعات المعنية لاستكمال العناصر والمكونات الخاصة بهذا المشروع مع مواصلة استخدام النظم الري الحديثة في إطار سياسة الدولة بترشيد استهلاك المياه ورفع كفاءة إدارتها سعيا نحو تحقيق الهدف الاستراتيجي المنشود بإضافة مساحات جديدة من الرقعة الزراعية لمصر بما يسهم في صون وتنمية الموارد الاقتصادية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فجوة الاستيراد فضلاً عن إقامة مجتمعات عمرانية وزراعية وصناعية جديدة تسهم في استيعاب الزيادة السكانية وفي إضافة المزيد من فرص العمل وزيادة الدخل للمواطنين ترجمة نانسي قنقر